اشتركوا في القناة روح القدس لله الواحد أمين سلام المسيح ومشاهدين الكرام في كل مكان لقاءنا معكم في برنامج ولقاء روحي متجدد تحت عنوان من كنوزنا الروحية أهلا وسهلا بهذا اللقاء من كنزنا الروحي اللي فيه بنلقي الضوء على الكنوز الروحية اللي تركها لنا أبائنا القدسون ومعلمينا على مرة تاريخ خصوصا تاريخنا المسيحي وتاريخ الكنيسة بنعمة ربنا نتناول بهذا البرنامج أو هذا الكنز الإرث الروحي لنرتوي منه ونغذي روحانيتنا كما أننا نتغذى من الطعام الجسدي بأفضل الولائم وليمة اليوم الوليمة الروحية نقوم فيما عاشه واختبره الأباء السريان ولسيما خصوصا بحياة الصلاة العميئة مع الله وحياة التأمل وعيش النسك وعيش الفقر الإنجلي يسعدنا ويشرفنا في لقاءنا الروحي حول الوليمة الروحية أن نستضيف حضرة الأب ديفيد ملكي ليحدثنا بزواته الروحية اللي أتمنى تكون هذه المائدة هي مائدة غنية نستقي منها جميعا نأكل ونشرب ونرتوي لأنه كما قال لنا الكتاب صادقة هي الكلمة أبونا ديفيد ملكي هو راعي كنيسة مربهنا مصارة وخدمها للسريان الكاتوليك في منطقة الفنار أهلاً وسهلاً أبونا ديفيد أهلاً معك أبونا للقاءنا اليوم يعني خبرة الأباء السريان وأباء الكنيسة بيقولوا الصلاة هي صرخة العقل نعم وصرخة كمان يعني من حرقة قلبي يعني كأن الواحد فيه شي ضروري ومع جانب الصرخة بيقولوا أنه هي كمان تفرغ للعقل يعني مش فراغ للعقل لكن تفرغ يعني الواحد يكرس الوقت أنه من كل أمور الدنيا اللي شغلاه ويتفرغ ويتفرغ بس في سبب للتفرغ أنه ينظر برجاء للمكمل الإيمان ومتممه يسوع المسيح أبونا ديفيد سؤالنا هل من ضرورة للصلاة؟ الصلاة هي أنا إذا بردي أستند دايما بروح على سفر نشيد الأنشيد وقته بيحكي عن هيدا اللقاء بين الحبيب والمحبوب كيف الإنسان بطبيعته عنده الشوء وهيدا الدافع للآخر لوجود الآخر إضافة أنه كمان هو بحاجة أو في عنده موجود هيدا الدافع للتقرب نحو الله وبتوصل أكيد الصلاة بمراحل لما الإنسان بيلتزم فيها وبتصير تقليد وطبيعي بحياته وأنا صراحة بعد شوية عن كلمة فرض لأنه الفرض قانونا بتسمى صلوات الفرض صلوات تقصية نعم ولكن أنا بفضل بسميها هيك هيدا نعم إذا بدنا نقول هيدا الجلسة يلي الشخصية الحميمية بهالعلاقة بيننا وبين الرب يعني الجلسة عايزة اكثار منها يعني التكرار دايما جلسة يومية لأن إذا الحبيب يلتقي بحبيبته مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر ولا مرة مش يكونوا عرفوا بعضا أكتر مزبوط ولكن الجلسات المتكررة المستمرة اللي هي بتتحول من زي ما بتقول حضرتك من فرض لنهج صح صح وبعدين أكيد رح بسياق حديثنا نفرق بين يعني صلاة الفرض وصلاة النهج أو صلاة اللفظية والصلاة العقلية فأكيد أباء العهد القديم وأصفر العهد القديم وأصفر العهد الجديد بيشددوا على ضرورة هذا الصلاة وأهمية الصلاة الصهر الروحي بأي وقت فينا نقدر نعمل هذه السهرية الروحية أو اللقاء الروحي زي ما بيقولوا بكل وقت نحن منكون محضرين من الداخل لهيدا اللقاء ومن الخارج أيضا يعني اليوم صارت للأسف في كتير مطارح ما عم بيكون فيه التقص الأجواء المناسبة للصلاة يعني اليوم لما الشخص بده يروح ويصلي يقعد إذا كانت صلاة جماعية مع الكل بده يكون فيه هدوء فيه احترام التزام بقوانين المفروضة للجلسة التحضير الداخلي لأنه أنا فايد صلي فايد التقي مع الله مش أنه أنا بكون فايد بدي صلي وبكون عم فكر بأمور تانية بمطرح تانية يعني بكون عم بتحضر من الداخل ومن الخارج لهذه الجلسة وإذا كانت صلاة فردية أكيد بختار مكان مش ضروري أنه تكون الأشياء برى البيت أو بالطبيعة أو بالهيدا لا بغرفتي بمكان نتفى فيه صمت قادر يكون المكان مهيئ نعم نعم يكون قادر إذا أنا صمتت كون عم بس مع صوت الرب يلي عم يحكيني من خلال هذه الصلاة أبونا الصلاة اللي قلناها وعرفنا من خلال حديثك إن هي ضرورة متأكد وأنا بزيد عليها كمان يعني إضافة ضرورة ملحة مش إنه لأنه في يعني فينا نلاقي فرق بين ضرورة وبين ضرورة ملحة يعني ملحة يعني خلاص متمسكين فيها دايما فعشان كده ماذا تفعل فينا إيه اللي بتفعله فينا حياة الصلاة يعني لو بشكل مختصر رأمنا بشرحك لمعناها وكده ورموزها ناخد مفاعلها إيه اللي احنا بنستفيده من صلاةنا لأنه في ناس كتير بيقولوا يا أبونا أنا بصل كتير وحاسس إنه ما فيش ما فيش فايدة يعني وربنا ما بيسمعليش يعني وكأن ربنا مش هنا يعني هلا هم بحب فكر أول شي بشغلة هي إنه بالمبدأ أول شي الصلاة بتخلينا نحافظ ع إنسانيتنا وبشريتنا يلي ربنا خلقنا فيها يعني نحافظ على شخصنا وعلى ضميرنا تيبقى ضمير حي وأيضا نكون عم نطبق وسية الرب يلي هي المحبة بأبعادها مع الله ومع القريب والأهم كمان أنه نتزود من النعم الروحية والنعم أكيد كمان الحياتية لأنه لما نحصل على هذه النعم الروحية بها تنعكس بحياتنا اليوم نحنا ما منصلي بس أنه مجرد أنه منصلي ومنسكر الباب ومنظهر خلص بصير كل شي بالنسبة لألمان السيناء لا الصلاة بتخلينا نضل بهيدا الرابط وهيدا التواصل بالعلاقة من خلال من خلال علاقتنا مع الله يعني بالصلاة بيبقى الرب موجود معنا وحاضر فينا بكل لحظة نحنا عم نعيشها كمان أبونا هي يعني مش بس العلاقة مع الله يعني العلاقة كمان مع بعضنا البعض مع أخي الإنسان لأنه الحبيب والحبيبة اللي اتكلمت عنهم ببداية اللقاءنا واللي بيتكلم عنهم صفر النشيدي الأنشاد صحيح بيبدأوا بشكل شخصي صح يعني كل واحد بيكشف للتاني مين هو قدراته إمكانياته محبته استعداده ودي كل من الأمور كمان اللي بتعدينا نحنا دافع أن نهيئ صلاتنا نعم يعني أنا اليوم لما أقول عندي صلة بهيئ نفسي وبستعد ليه لأنه أنا رح أقابل الشخص اللي هو بيسمع واجعي نعم ويمكن ما يدينيش جواب بالوقت الحاضر يعني إذا إحنا نقدر نعتبر أنه الصلة بترشدنا لأدام وبنقدر نعتبر أنه إحنا في كل لحظة وبيقول لنا الرسول بولوسي عن ضرورة المداومة على الصلاة والصهار والشهاد الروحي أكيد صلوا كل حين ولا تمقلوا ف الصلة بتقربنا ب بحياتنا بعقلنا بتفكيرنا بكل احتياجاتنا الروحية والأرضية مش أقول بس الجسدية الجسدية كمان محتاج يعني أنه بنهاية كله بيكمل نهز بجسدنا تنقدر ناخد الوضع كمان اللي بيرحنا في الصلاة كلهم بيقضونا إلى الله اللي هو سامع كل الصلوات نعم أبونا يعني عايزين نشوف إيه هي أبرز النصوص أو الكتابات اللي كانت عند العباء السريان بتعرفنا أكتر عن معنى الصلة ومفاعلها ورموزها في حياتنا نعم أكيد الصلة نابعة من إذا بدنا ناخد من العصور أو القرون المسيحية الأولى تولدت بالبداية من ولدت من من رحمة الاضطهاد اللي بلشت في المسيحية وإباء نصريين أباء رواب كانوا من 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 هذا العصر فورثوا هيدا التعليم وورثوا هيدا التعليد بأنه تكون صلاة هي عبارة عن شقين نوع في استغاثة ونوع في شكر وشكر على أن تقبلوا العقيدة الصحيحة والإيمان القويم واستغاثة أكيد كل نعم كل إنسان دايما بس بحس بضيء أو بحس بواجع أول شي بيلتج وبيصرخ وبيقول يا رب أبائنا السريين إذا بدي أطرح أمثلة عن الأبائق مار أفرام سورياني مار ياقوب السروجي مار ياقوب النصيبيني مارسحاء السرياني وإلى آخره من نعم من الأبائق أفرهات فهو يعني الأبائق كلهم كتبوا الصلوات أكيد مش إنه كل واحد قعد وألف صلاة بعيدة عن خط الإيمان بالعكس كانت الصلاة دايما بوقتها بتلتزم بعدة أمور كرمال التأكيد على العقيدة الصحيحة والقويمة لأنه نعرف وقتها كان فيه كتير هرتقات منتشرة فكان اليوم إذا بنبحث بالصلاوات السريانية بالمخطوطات منلاقيها بتركز كتير على على فكرة السلوس على فكرة يسوع المسيح ابن الله وبتركز كمان على فكرة مريم هي والدة نعم تغنى بوكرم مريم بكتابات وكتابات عديدة بالتركيز على أنه مريم هي والدة الإله فهو كانوا ردا على الهرتقات يلي كانت موجودة وبذات الوقت من خلال هايدي الصلاة بيخلوا الجماعة المسيحية أو الكنيسة كانت تقرب أكتر من بعضها لأنه نعرف كلنا دايما الفرح بيجمع والوجع أيضا بيجمع فإن كانت الصلاة هي فرح أو أو مشاركة يعني لأي سبب نعم فكانت الصلاة بتاخد كمان عدة موضيع لحياة الإنسان المسيحي الروحي من لايك كتابات كتير أو صلاوات عن الصوم التقشف التوبة الرجاء المحبة البرارة الجهاد المسيحي الخطيئة مفعيلة شو دورة كيف بيبعد عنها الإنسان كيف بيعيش هيدا الجهاد المتواصل وأيضا فيه شئ مهم كتير هو التغني بالفضائل إن كانت فضائل روحية إن كانت الفضائل الإلهية أو إن كانت الفضائل الأدبية التي نحن نعرفها فإجمالا كانت هذه أبرز مواضيع الصلاة التي تغنوا فيها الأباء السريين ويمكن هي من أبرز المواضيع كمان اللي عاشوها كل الأباء يعني بكل خصوصا بمحيطنا نحن المحيط الشرقي يعني كمان إحنا كأباءنا الأكباط وأباء كنيسة الإسكندرية ولعبه الدور البارز بتأسيس الحياة الرهبانية نعم عانوا من الاضطهاد وكنيس نحن كنيس شهدة وكنيس بزرة الإيمان فيها ارتوت بدم أباءنا إن كان بالاستشهاد إن كان بالحياة النسك اللي عاشوها وإن كان بحياة الصلاة المتواصلة اللي مرسوها بحياتهم بالشهادة وبالاستشهاد بالشهادة والاستشهاد شهادة الدم والاستشهاد ولليوم ولليوم وإحنا بنشوف يعني بنشوف إنه المناطق اللي فيها ضيق أكتر بيكون فيها تكاتف أكتر وفيها تعاون أكتر وسندة يعني عونة بين الناس بينهم ما بين بعض حتى والناس بتتلحف على مرواح الكنيس إذن قبل ما نتوقف أبونا مع كده وقفة صغيرة سواء بترتيلة من عندك نقدر نقول لكل مشاهدين الكرام ما تخافوا إنه تقربوا من الله وتصلوا تصلوا يعني تنتهج طريق الحياة مع الله ليه لأن الصلاة تشجع الضمير تخلي الواحد ضمير ويقز ضمير حي اثنين الصلاة بتلبس العقل قوة وتقوي الرجاء الإنسان الممتلئ من النعمة يقدر يعطي نعمة وبيقول لنا الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات إذن نحن وسمينا برنامجنا الكنز الروحي نحن مع ابونا ديفيد كل مشاهدين مدعوين فعلا أن نفتش عن هذا الكنز وندخل نتعمق في الكتاب المقدس ونشوف المثل اللي بيعطه لنا يسوع أنه فيه رجل وجد لقلقة في حقله باع كل اللي عنده حتى يجد هذه اللقلقة وإحنا حقلنا وقلبنا وضميرنا وكياننا فيه كنز لازم نبيع كل اللي عندنا نبيع يعني نتخلى يعني نتنازل ونكتشف كنز الروح القدس اللي موجود فينا اللي خدناه بالمعمضية وقفة صغيرة وبنرجع لكم مشاهدينا الكرام موسيقى 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 تنيلوخ يلفونو حليمو تهوي عالمور يرحيمو شومو عود صلاوثو وامفانيونو دشيلوثو شمع صلوثان ودرا عودان فانو برحمك شيلوثان عظيم ترنيمة فيها دعوة للصوم والصلاة كمان نعم صوم والصلاة والصهر والصهر والفرح بنتيجة كل هيدا وبثمار الأمور أبونا في الطقس السورياني إيه هي أنواع الصلاة يعني إذا سمناها النوعين أو ثلاثة يعني إيه هي الأنواع مضبوطة بالطقس السورياني للصلاة باللفظية وعقلية أكيد الصلاة السوريانية طلقت إذا فينا نقول بطابع نسكي مع الأباء كم طابع شافهي؟ بيتبدلون مع بعض؟ نعم فيه فيه الترنيم جانب كتير أساسي وبنعرف مار أفرانك ناري تروح الأدوس ونحن بكنيسنا السوريانية عندنا الترنيم جدا أساسية بإحتفالاتنا التقسية عندنا الصلاة التأمل الصلاة التأمل الصلاة التأمل يلي هي إن كان بمكان مهيأ وأنا بعتبر دايما الطبيعة هي مكان محبب متل ما خبرونا الأباء هي مكان الأفضل كمان حتى نختبر فيه وجود الله من خلال هذه الخلائق والأشياء يلي عم نشوفها قدامنا وأكيد فيه أنواع الصلاوات هي صلاوات جماعية متل الداس متل الرتب والأسرار أشبه الأسرار وفيه الصلاوات الشخصية يلي هي العقلية أو اللفظية بيكون كل شخص عم بيصليها على انفراق زي فينا نميز بين أو نقسم كده الصلاة العقلية واللبزية يعني معنى الصلاة العقلية العقلية هي الأكتر بتروح صوب التأمل والحواس الحواس الألب والباطن كله يكون بحالة تهيؤ وبحالة هجرة نحو نحو الحبيب تيتم اللقاء الصلاة اللفظية هي الصلاة يلي عم نعبر فيها من خلال الفم النطق والنطق ومنكون عم نسمع نحنا كمان شو نحنا عم نقول فبيكون دايما الرابط موجود بين الكلمة والسمع حلو يعني احنا في الصلاة العقلية بنجمع كل حواسنا في صمت تام نعم عشان نزغي لسوت حبيب ما سيقوله الرب ما سيقوله لنا الرب نعم وفي الصلاة اللفظية حركة اللسان وكل ما كلمة بتطلع مننا ننطقها بس هي دي بتكون كمان لها عناصر بتشمل التمجيد بتشمل التسبيح بتشمل الشكر وحضرتك ذكرته في بداية السجود الركوع في بداية الحلقة يعني وبتشمل الطلبة كمان لانه في صلاتنا يعني دايما رب بيفتح لنا باب قدامنا وبيقول لنا اطلب وتجده اطلب وتجده اقرعوا يفتح لكم فهذا العرض الالهي الافري يعني الله اللي بيقدمه لنا الرب مش لازم نتخر عنه تحتى نقدر نتجاوب مع دعوته لنا اكيد ابونا وبحب موضوع مثلا كمان بس مش دايما نحن تعودنا دايما صلاتنا تكون صلات طلب ولكن في صلات شكر صلات الشكر كمان كتير مهمة وبتخيل في كتير اشخاص لما تعودوا انه بس صلات وانه تكون طلب ولانه منطقنا نحن بيختلف عن المنطق الالهي والوقت اللي ربنا بيعطينا فيه الامور بحكمته يمكن ما يكون بذات الوقت اللي نحن فيه كانت عم تحكي حضرتك انه 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 العالم بتنفر او بتبعد عن الصلاة ولكن بالوقت اللي انا بقدم فيه الصلاة الطلب تبعي وبحطه بين ايدينا الرب كمان حلو انه قدم شكر للرب ان كان على الخلق وان كان على الغذاء وان كان على الفداء اللي فدنا هو بدمه اكيد ابونا انا قلت الطلب او الطلبة بمعنى الصلاة لاجل العالم كله ولاجل احتياجاتنا واحتياجات الكنيسة ابونا بمختصر كده جملتين مهمين لاباءنا السريان عن الصلاة بتحب تقولهم للمشاهدين قبل ما نختم حلقتنا بحب اقول لماريا عقوب الساروجي بيقول الصلاة تكشف الحجب عن الله وبها يعرف الانسان من اسرار الخفيات الصلاة هي مفتاح البوابات المغلقة والصلاة ترفع من نفس الانسان الى الله ليرتقي الانسان ويفهم سر عظمة الله فهي تتردد في قلب الانسان وتدوي في اذن الله دون وسيط ليسمعها الله في عرش مسكنه الممجد عظيم وأنا كمان معك ابونا مع كل المشاهدين رح نختم لقاءنا اليوم بصلاة مستوحات من صلاة مار اسحق السرياني اللي فيها بيقول ربي وإلهي مدبر خليقته العارف بضعف طبيعتنا وأوجاعنا وقساوة عدونا أسألك نجيني عن شره لأن قوته عظيمة وطبيعتي ضعيفة أيها الصالح العارف بضعفنا وحامل عدزنا خلصني من تشويش الأفكار وضغط الشهوات وأهني لخدمتك المقدسة لألا تشويش عليها ضعفاتي وأوجد أمامك متجاسرا يا مصدر كل معونا القادر على كل شيء أعنى يا سيد في أوقات صراعنا هذا ألمنا وأوجعنا وسعوباتنا ومتعبنا أنعم علينا يا رب بقوة نهدم بها حصون كل شر وكل الحصون المرتفعة والموسدة أمامنا لكي لا تمنعنا عن معرفتك وحتى لا تمل نفوسنا عن الغرض الأسمى والهدف الأساسي لحياتنا والموضوع أمام عينيك وهو أن يكون قلبنا مثل قلبك لك كل مجد كرامة من الآن وإلى الأبد أمين وَأَلَّهَ مَعَكُمْ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر